من الطبيعي أن يكون الفشل قاصي ومؤلم ولكن أكبر معلم في الحياة هو الفشل والفشل في المشاريع أكبر معلم لأصحابها والتعلم من الأسباب والأخطاء يقوي صاحب الأعمال ويدفع لتفادي تكرار المشهد موسيقى بلشت أنه يعني الواحد لما صار فيه حاجة حاضر في شهر ثلاثة الواحد صار يدور على مصدر داخل بكأنه فيش طلعة من البيوت صار واحد يعني يفكر أنه يشتغل شغلي داخلية ببيته يعني شوي شوي صارت أشتري خشب مستعمل ووصلنا منه برويز شغلات زي هيك طاولات صغيرة سلالة من الزريعة يعني شوي شوي تطورت الأمور يعني إن شاء الله لأكون قدام سيكون أحسن وصرت أوزع يعني للمحلات الكبيرة والأمور كويسة يعني وشوي شوي صارت أجيب جديد خشب يعني يعني شوي شوي واحد صار غيب العدة كانت العدة عندي بسيطة يعني كانت العدة كلها مستعملة عندي ويعني شوي شوي من جدد فيها ويعني اليدوي شغل هو متعب بس يعني شو بدك تعمل يعني هاي الموجود قدامك يعني فيه إنه تقول ببيتك وتستنى معونة من هون ومن هون انت عين نفسك بنفسك طبعاً باشتقل حرفيات بالخشب يعني من تقريباً ثمان شوور سبع شوور ويعني الواحد إلا بدي يبدع بيبدع يعني فيش شي إنه إشي مستحيل ما فيه إشي مستحيل يعني الأمر بسيط جداً يعني بواحد بس ينوي يشتغل شغله من قلبه ربه وهذا يعني بكون أموره تمام وبيشتغل بل ما فيها إشي مستحيل يعني اللي بيمشي على عربية ببيع وبيشتغل ما شاء الله عليه ليش اللي بناها من الشاب اللي قادر يشتغل بيشتغلش باستنى بمعونة أو باستنى بأي حدا يساعده ما فيه بعدين يعني كل شي بتحطه على الدولة إنه يعني وظيفة أعطيني وظيفة طب ما هو أنت يعني بتقدر بتعمل وظيفة أنت لحالك ببيتك بشغلك بشارعك بمدينتك أنت بتقدر بتعمل لحالك اسم كمان تشتغل وكان عند أولادي محلات كل واحد عنده محل مع هوات هالكورونا وذيقت هالوقت انكسروا وعليهم مبالغ للتجار وقمت فتحت لهم خلقت منجرة مش منجرة كاملة يعني يسبب منها بس يوكلوا خبز كل شهر بقية تودينهم ثلاثة أربعة سيارات منه كوشوك ومنه حاويات أثاف مستعمل وسيارات والله ما فتحهاش محل والحمد لله رب العالمين هيهم بوكلوا خبز يعني شبه واحد في المية واحد في المية وكانوا الدرجة أولى الشارع حاكمها درجة أولى شو الشارع حاكمها قديش فيك وشو كانوا الدرجة أولى والحمد لله